هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنأ فريق النادي الأهلي للكرة الطائرة بحصوله على لقب البطولة العربية مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز الثاني للنادي الأهلي على المستوى العربي يؤكد التطور الكبير الذي باتت تعيشه الرياضة البحرينية في ظل الرعاية الفائقة التي تحظى بها من قبل القيادة الرشيدة وحرصها المتواصل على تهيئة ظروف أمام الأندية الوطنية لتطوير قدراتها للمنافسة الفاعلة في مختلف التظاهرات الرياضية بما ينعكس إجابا على مكانة البحرين على الخريطة الرياضية وأشار سموه أن هذا الإنجاز ما هو إلا نتاج واضح للعمل الاحترافي داخل مجلس إدارة النادي ويؤكد حرص اللاعبين وإصرارهم لتمثيل المملكة خير تمثيل في البطولة العربية بعد أن أثبت لاعب الأهلي ما يمتلكه اللاعب البحريني من إمكانيات كبيرة تضمن له التنافس على مختلف البطولات وأكد سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة حريص كل الحرص على دعم الأندية البحرينية في المشاركات الخارجية أبلا في تحقيق مثل هذه الإنجازات التي تبرز للجميع التطور أو تبرز للجميع التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة البحرينية مؤكدا مواصلة المجلس الأعلى في سياسته الرامية للوقوف إلى جانب الأندية الوطنية ترجمة نانسي قنقر